موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرط الاقتصادية من تناتيا من شباب والبداية بأبرز اللعنة موسيقى موسيقى الحكومة تناقش اعداد الموازنة وتعلن اعتمادها سياسة نقدية تقشفية موسيقى الفلفل الحار شيخ المائدة اليمنية يطاله ارتفاع الاسعار موسيقى تزايد حجم انتاج البرتقال من مزارع مائرب خلال موسم هذا العام موسيقى اهلا بكم والبداية من اسواق الصرافة اليمنية حيث سجلت اسعار العملات الاجنبية ارتفاعا جديدا مقابل الريال اليمني وسطات كهنات عن مزيد من التراجع للعملة الوطنية وقالت مصادر مصرفية اليمن شباب نسعر الدولار ارتفع مقابل الريال اليمني لدى محلات الصرافة في صنعاء من خمسمائة وخمسة وتسعين إلى ستمائة ريال للشراء كما ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني في عدن من ستمائة إلى ستمائة وخمسة ريال للشراء وارجعت مصادر مصرفية ارتفاع العملات الاجنبية مؤخرا بعد استقرار نسبي خلال الفترة الماضية إلى عودة المضاربة بالعملة في ظل عدم وجود رقابة حكومية على التعاملات في الأسواق المصرفية ووصل سعر الريال السعودي مقابل العملة الوطنية إلى مائة وستة وخمسين ريال للشراء ومائة وستين للبياء اعلنت الحكومة اعتمادها سياسة نقدية تقشفية وتقليص الانفاق غير المبرر وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء كل رسالة مناقشة مشروع الإطار العام للسقوف التأشيرية لموازنة الدولة للعام الجاري واشدد رئيس الوزراء معين عبد الملك على اعداد الموازنة بالشكل المناسب بما يتوفق مع حجم الإيرادات والتركيز على الإيرادات الضريبية والجمركية والنفطية للمساهمة في رفض خزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني واجدد عبد الملك التأكيد على عزم الحكومة في المضي بخطوات لتحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة وتعزيز الرقابة الفعلية على أسواق السلع والمواد الغذائية والعمل على تفادي الإشكاليات عبر اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كافة العقبات أمام تعافي الاقتصاد ودع رئيس الوزراء إلى تقديم البداء للإدارية الحقيقية للتغلب على التحديات خاصة وأن البلاد تعيش في وضع حرب فرضتها ميليشيا الحوث الإنقلابية مؤكدا الحاجة إلى وقوف دول التحالف العربي والمجتمع الدولي إلى جانب الحكومة الشرعية ودعمها لتغطية الفجوة المترتبة على الكثير من الأعباء لا تكاد موائد اليمنيين بصورة عامة تخلو من الأطعمة الحارة التي تحوي العديد من الوصفات مثل الفلفل الحار أو ما يعرف شعبيا بالبسباز هذا الصنف الذي يتم إنتاجه وزراعته محليا في العديد من المناطق اليمنية كغيره مثل بقية الأشياء ارتفع سعره مؤخرا بأضعاف أسعاره السابقة لا تكاد موائد اليمنيين بصورة عامة تخلو من الأطعمة الحارة التي تحوي العديد من الوصفات مثل الفلفل الحار أو ما يعرف شعبيا بالبسباز هذا الصنف من الخضروات التي يتم إنتاجه وزراعته محليا في العديد من المناطق اليمنية كغيره مثل بقية الأشياء ارتفع سعره مؤخرا بسبب الأحداث التي شهدتها اليمن خلال السنوات الأخيرة ويستخدم البسباز في معظم الأكلات اليمنية مثل السلتة والشفوت والسحاوق واللحم والزربيان والأطباق المخصصة للإفطار والعشاء التي تشمل الشكشوكة وتعد من البيض المطبوخ مع الطماطم والبصل والبهارات وطبق الفاصلية المطبوخة مع البيض والطماطم وطبق العقدة ويتكون من شرائح اللحم الرقيقة المطبوخة مع البطاطس ثم المطبق وهو فطيرة محشوة بالبيض والخضروات ومؤخرا ارتفع سعر النفر البسباز إلى نحو 1500 ريال بعد أن كان سعره خلال الفترة السابقة لا يتقاوز 500 ريال سعر البسبازة الآن الكيس يكلف 45 ألف وهو يعتبر بالشعب اليمني هو أقباء أساسية الآن النفر يطلع ب1500 ب1300 لأن الوضع تغيرت من يوم الحصار من يوم كذا كانت النفر ب300 ريال ب400 ريال في الزازات والآن مع الموسم زراعي مثلا ستة شور يكون زراعة وستة شور يكون بيع صيف يعني بدن الزراعة وأرجع الباعة ارتفاع سعره بهذا الشكل إلى عدم توفره بالشكل المطلوب في الأسواق حيث يتم استقدامه من مزارع تهامة خلال الموسم الحالي وتتم طريقة زراعته وإنتاجه خلال ستة أشهر ثم ما بعدها يتم البيع والتوزيع خلال ستة أشهر أخرى ويتم توفير واستيراد البسباز في الأسواق اليمنية من مناطق مختلفة مثل تهامة وجهران في ذمار ومنطقة حذران في تعز سعر البسباز لأنه مش متوفر مش أنه الموسم حقه كان تقريبا حوالي ب400 أو ب500 الآن بـ 1200 لأنه مواسم الآن موسم تهامة بعدما انتهي تهامة يرجع حذران بعد حذران حق جهران يعني كان مواسم الخضرة بشكل عام وتتفاقى مواسم إنتاج البسباز في المناطق اليمنية إذ يعتبر الموسم الحالي من نصيب تهامة التي تتكفل بإمداد الأسواق اليمنية بالبسباز ثم بعد انتهاء الموسم يبدأ إنتاجه في حذران بتاعز وفقا لباعة الخضروات والبسباز ارتفعت أسعار الأسماك في اليمن مؤخرا نتيجة الرياح التي ضربت السواحل الشرقية من اليمن خلال الأيام الأخيرة وتسببت الرياح الشديدة التي ضربت السواحل الشرقية من تراجع حجم استياد الأسماك نظرا للمخاطر التي يتعرض لها الصيادون ووصل سعر الكيلو السماك الثمد إلى أربعة ألاف ريال بعد أن كان يباع بنحو ألفين وخمسمائة ريال في حين وصل سعر الكيلو الديرك إلى ثمانية ألاف ريال كما ارتفع سعر الكيلو أبو عين سبعة ألاف ريال والكيلو السخلى إلى ستة ألاف ريال وكذلك المشك الباغة إلى ألفين وخمسمائة ريال وتسببت عوامل إضافية في رفع أسعار الأسماك مثل زيادة تكلفة الوقود بشكل كبير سبب بعد المسافة التي فرضت مؤخرا على الصيادين وقال بائعو الأسماك أن العامل الآخر والرئيس في ارتفاع أسعار الأسماك وتصديرها بطريقة عشوائية من قبل الشركات الصغيرة وأخذ إتاوات جانبية على البائعين فضلا عن عدم الرقابة على الصيادين والباع وبحسب إحصائيات حديثة فإن استهلاك اليمنيين للأسماك في تراجع مستمر حيث أصبح لا يتجاوز 20 كيلوغراما من السماكن الفرد الواحد خلال العام أنتجت مزارع البرتقال في مأرب كميات وفيرة من ثمار البرتقال خلال موسم هذا العام نتيجة تضافر عدة عوامل سهمت بتعزيز كميات الإنتاج وقال مزارعون في مأرب إن حجم الإنتاج من البرتقال خلال هذا الموسم يعد وفيرا مقارنة بالعام الماضي ويضيف المزارعون إنهم صدروا كميات كبيرة من البرتقال خلال هذا الموسم إلى الأسواق في العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية مختلفة وعزى مزارعون تزايد الإنتاج خلال هذا العام إلى تقلص موجة البرد مقارنة بالعام الماضي حيث يؤدي البرد الشديد إلى تقلص كميات المنتجات الزراعية في اليمن بشكل عام وتقدر حجم المساحة المزروعة من البرتقال بنحو 4576 هكتار كما يقدر المحصور الإجمالي لبرتقال بنحو 68.1 ألف طن سنويا منها نحو 8 ألاف طن من يوسفي وطن واحد من الليمون الحامض ليبلغ حجم الإنتاج المحلي من فاكيات البرتقال بأنواعها المختلفة نحو 77 ألف طن سنويا ويوجد في المحافظة عشرات المزارع المخصصة لزراعة أشجار البرتقال وأكثرها تنتشر بمدرية الوادي لقربها من سد مأرب العظيم الذي يغذيها بالمياه الكافية أبرى عشرات السواق وهو ما لا تحظى به المزارع البعيدة والتي تعاني من شح المياه هذه السنة الخير واجد بفضل الله عز وجل والمزارع هذه السنة انتجى أفضل من العام مارب يعني مزارع مليان والسوق مليان يعني نورد لا صنعاء حملنا أكثر من 500 حملاء لا صنعاء والحمد لله رب العالمين هذه السنة الحمل أفضلنا العام من العام بقين برد يعني ضرب الأشجار وهبرت البضاء على الأرض يعني ما وردنا هذا السنة الله والحمد لله شكر تسعى وزارة النقل لتحويل المؤسسات والهيئات المحلية إلى مؤسسات مهيئات إقليمية وتوسيع نشاط ميناء المكلة من خلال توسيع الرصيف الحالي أو إنشاء رصيف موازن فيه وإنشاء ميناء جديد في منطقة بروم أو الضبة وإنشاء المنطقة الحرة بمنفذ الوديعة البري وغيرها من المشاريع الهدفة إلى تطوير قطاع النقل بحضر موت أكد ذلك وزير النقل صالح الجبواني خلال لقاء جمعه بمدراء المكاتب والمنافذ البرية والبحرية والجوية بمحافظة حضر موت ودع الجبواني إلى إعطاء مساحة لسلطة المحلية والمكاتب المعنية من أجل جلب الاستثمارات والتواصل مع المستثمرين وتهيئة كافة الظروف الخاصة بالاستثمار والمستثمرين في خطوة لسد العجز في الكهرباء للمحافظة وصلت إلى المحطة المركزية لكهرباء شبوى وحدة توليد إسعافية جديدة بقوة عشرة ميجاوات بتكلفة إجمالية بلغت ثمانية مليون وسبعمائة ألف دولار وأشد الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبد الربوهشلة بالتزام شركة عرب ريبون في توفير هذه الوحدة التوليدية الحديثة مشددا على ضرورة الشروع في تركيبها بالمحطة وأكد على أهميتها في تعزيز القدرة التوليدية للتيار الكهربائي بالمحافظة من جانبه شدد مدير عام كهرباء شبوى عوض القربوع على استكمال الأعمال الميدانية لتركيب المولدات منوها بالشروع في بدء الأعمال الفنية الخاصة بإدخالها في منظومة التوليد بالمحطة وإنشاء غرفة التحكم الخاصة في خطوة طال انتظارها أعيد في محافظة شبوى افتتاح إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني بعد توقفها لأربع سنوات الآن أستكمل فهم معاملة استخراج البطاقة الشخصية في محافظة شبوى وهو من أوائل الأشخاص الذين حضروا إلى مكتب الأحوال المدنية صبيحة إعادة افتتاحه بعد سنوات من الانتظار ومن هذه اللحظة تكون الأحوال المدنية مفتوحة الأبواب لمن يرغب من المواطنين في استخراج بطاقة الهوية وتقول إدارة الأحوال المدنية إنها لن تتوانى عن تقديم التسهيلات للمواطنين في سبيل ذلك تمشي للأجهزة والعمل البردنجيات والنظام وتم وصول ثلاثة مهندسين لصلاح الشبكة والربط الشبكي حتى أصبح جاهز والآن نحن على استعداد تام في صرف البطاقة الشخصية الإلكترونية وكان محافظ محافظة شبوى محمد صالح عديو قد عاد افتتاح إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني بعد توقفها لأربع سنوات متتالية جراء نحب أجهزتها وحث المحافظ بن عديو موظف الإدارة على صرف البطاقة للمواطن بسهولة وبرسوم مناسبة ومعقولة وحذر المواطنين من التعامل مع الوثائق والأختام المزورة أو استغلالهم من قبل من وصفهم بالسماسرة ويتطلح آلاف المواطنين في شبوى على حر من الجمر إلى حصولهم على وثيقة الهوية فيما ترى شرطة المحافظة أنها ظفرت بافتتاح آخر إدارة شرطوية خدمية بعد المرور والجوازات وأخواتها عدنا للمنصوري لقناة يمن شباب من محافظة شبوى نشرتنا الاقتصادية مستمرة معكم وفيها بعض القصة مسؤول حكومي نهب ثمانية مليون متر من أملاك الأوقاف في مديرية البريقة بعد من قبل نافذين سفينة نفطية تغادر ميناء الحديدة بعد رفض الحثيين تفريغ حمولتها دورات تدريبية في تربية النحل وإنتاج العسل وصناعة البخور والعطور في نحج ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد دشن مسؤول حكومي بمحافظة لحج دورات تدريبية في مجالات تربية النحل وإنتاج العسل وصناعة البخور وصناعات الغذائية والبيطرية بدعم من صنطوق تنمية المهارات بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني الدورات التي دشنها المعهد التقني الزراعي والتجاري يشارك فيها 120 متدربا ومتدربة على مدى 30 يوما وشددت كلمات المشاركين على أهمية الدورة في تنمية مهارات المشاركين وتحسين الإنتاج على أسس علمية حديثة تسهم في زيادة الإنتاج بالجودة العالية والمنافسة للمنتجات المستوردة وأشارت إلى أن هذه الدورة تتيح لمائة وعشرين شابا وشابة إيجاد فرص عمل تمكنهم من مجابهة ظروف الحياة الصعبة وتأمين مصدر دخل ثابت لهم أعرب مسؤول حكومي في عدن عن قلقه من عمليات السطو على الأراضي المملوكة للدولة والتعدي عليها في عدن وقال إن هذا الوضع يظهر في غياب الدولة وقال مدير عام مديرية البريقة هاني اليزيدي إنما تشهده العاصمة المؤقتة عدم من أعمال سطو وبناء عشوائي ونهب وضع مقلق ومهدد للأمن والسلم المجتمعيين وأشار اليزيدي في ندوة أقامتها الحركة المدنية الديمقراطية بعنوان التصرف غير القانوني بالأراضي والتعدي عليها تدمير للمستقبل أشار إلى تطور تلك الأعمال المخلة بالأمن إلى ظاهرة تستقوي بالسلاح والعصابات المسلحة وكشف مدير عام مديرية البريقة عن نهب ما مقداره ثمانية مليون متر من أملاك الأوقاف في البريقة فقط وتم نهبها من قبل نافذي البريقة تمثل هي أكبر مديرية في محافظة حزن تمثل أربعة مئة وخمسة وثماني كيلو متر مربع أغلب أراضيها بيضاء الآن هناك عمل ممنهج للبسط على هذه الأراضي وتوزيعها بشكل غير قانوني وراء هذا أشخاص لهم نفوذ وعندهم دعم وسلاح بشكل يفوق الدولة وهي ظاهرة خطيرة نحن نقف ضدها ونصدى لها ونقول ما دمنا يعني نشعر أن هناك بإذن الله تعالى نصر تحققه عدن ضد الحوثي والخروج بدولة تقوم على القانون لا يمكن أن يقبلوا مثل هذه التصرفات لأن هذا جعل عدن قرية وجعل عدن ريف وتدمير لمخططاتها في المستقبل سنجد أنه لا نجد مكان الدولة أن تقيم مرافقها ولا نجد مكان الاستثمار حقيقي يقوم على أسس واضحة قال التحارف العربي أنه أصدر واحداً وثلاثين تصريحاً لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد أساسية ومشتقات نبطية ومواد غذائية وأفاد التحارف عن منحي سبعة وثلاثين تصريحاً جوياً وأربعة تصريح برية ومائة وسبعين تصريحاً لحماية القوافل بإجمال مائتين واثنين وأربعين تصريحاً خلال أربعة أيام وأشار بيان التحالف إلى أن سفينة سينسيرو غادرت بعد رفض ميليشيا الحوثي السماحة لها بالتفريغ حمولتها من المشتقات النفطية وأكد أن السفينة سينسيرو انتظرت أمام ميناء الحديدة ما يقارب شهراً ونصف ومتزال ثلاث سفن أخرى تنتظر الدخول منذ تسعة أيام وأشار التحالف إلى أن تعنت ميليشيا الحوثي تجاه دخول السفن للموانئ أثر على مصالح وأحوال الشعب اليمني وأنوها إلى أن ميليشيا الحوثي لا تستقبل السفن في ميناء الصليف منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع سعدت أسعار النفطي ثلاثة بالمئة بدعم من بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة وعلامات على أن عقوبات أمريكية على صدرات فانزويلا سعدت على تقليل المعروض في الخام أو من الخام ولقيت الأسعار دعماً أيضاً من بيانات أظهرت أن شركات الحفر النفطي في أمريكا خفضت عدد حفارات النفط هذا الأسبوع وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برينت ستتداول مرتفعة إلى دولار و91 سنة لتبلغ عند التسوية 62 دولار و75 سنة للبرميل ونهيئة الأسبوع على مكاسب بحوالي 2% وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط دولار و47 سنة لتبلغ عند التسوية 55 دولار و26 سنة للبرميل وسعة مكاسبها على مدار الأسبوع إلى 3% وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها للجلسة بعد أن كانت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الحفر النفطي في الولايات المتحدة خفضت عدد حفارات النفط النشطة لرابع أسبوع في الأسبوع الخمسة الماضية عادت التخوفات لتحيط بمستقبل الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بعد تسارعين في النمو خلال 2017 قبل أن يتباطأ قليلا في 2018 وهو ما أظهرته تقارير لمؤسسات اقتصادية أممية وأنهى الاقتصاد العالمي في 2018 عند نسبة نمو بلغت 3.7% مكابل 3.8% في 2017 لحسب تقرير أخير صدر الأسبوع الماضي عن صندوق النقد الدولي وأصبح المزاج العام السائد في الأسواق العالمية يتجه نحو التحفظ في الاستثمار وضخي السيولة انتظارا لما سيجري من تطورات تمتد من شرك الكرة الأرضية حتى غربها ورغم التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بشأن حربهم التجارية والممتدة منذ مارس آذار الماضي إلا أن الحماية مزلت في طليعة التخوفات العالمية ونشبت حرب تجارية بين أكبر اقتصادين الولايات المتحدة والصين منذ مارس 2018 وارتفعت حدته في يونيو الماضي وأثرت الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي لارتباطها بالنفط والطلب عليه كما أثرت على سعر الدولار وعلى حجم الصادرات الصينية لبلدان العالم وأخيرا هذه جولة سريعة على أسعار العملات اشتركوا في القناة إذن كان هذا كل ما لدينا في نشرتنا الاقتصادية أشكركم على حسن المتابعة في يونيو الإسقى أترككم في دعاناتنا